وركز المؤلف على كفر النعمة لأنه ليس الإشكال في حال الضراء لأنه في الغالب في حال الضراء تلتجئ إلى الله وهذا الذي كان عنه كفار مكة لكن الإشكال كل الإشكال حال حال السراء حال النعمة حال الرخاء وأما بنعمة ربك فحدث فلما رآه مستقرا عنده ما قال هذا بملكي بالسلطاني في طرف تعيد جاء عرش بالقيس قال هذا قطع كل شيء هذا من فضل ربي ليبلوني عرف أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى الشكر ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وكريم يعرفون نعمة الله يعرف أن كل ما به النعمة فهي من الله ثم ينكرونها كيف يقول هذا بمالي هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر يقول نحن أشراف أغنياء نحن تجار نحن أمراء وزراء ما نعرف الفقر قال إحنا من عائلة كذا أشراف إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر قال بعرق جبيني بجدي واجتهاد أعوذ بالله ذلل نسانك بشكر المنعم المتفضل من أين لك هذا من فضل ربي كيف أصبحت بحمد الله من أين لك هذا المال من أين اشتريت هذه السيارة كيف ذهب عنك المرض تقول والله بالطبيب حاذق لا والإشكال عندنا اليوم عندما تنزل الطائر اللي يصفر واللي يصفق صحيح والأصل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله هذا أجهل الجاهلية وعندنا في هذه الأيام بعض الناس يصفر وكذا والكبتن كبتن من يا رجل والله أسد شكر النعم بالشكر تدوم النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا يعرفون نعمة الله نعم شكرا